اعتقد ان ده شيء مميز جداً ايه ده حصل في النادي الاهلي حتى في كرة القدم حصل قبل كده طبعا لما حصل شوية حاجات في النادي الاهلي ومجلس الهدولة اتخذ قراراً بان الناشئين هم اللي حيلعبوا صح في كرة القدم وكسبنا نادي الزمالك في الوقت ده على ما تذكر وربنا كرمنا نفس الموضوع اتطبق في تينس التولة بالضبط النادي الاهلي ده انا فرصة كبيرة قوي ان احنا نبدأ الحياة الاحترافية بدري من سن 13 او 14 سنة وده مش بس رئيس الجهاز دكتور رلق مشرف في الوقت ده ولكن مجلس الادارة بشكل عام كان ساعتها كابتن حسن حمدي وكان كابتن محمود الخطيب وكابتن خالد درندلي كانوا مدين لتنسي التولة حيث كبير جداً من الاهتمام كانوا بيجوا يحضروا ماتشاط الدوري الممتاز كابتن خالد درندلي اكتر من مرة بيسافر معانا طولة الاندية العربية في لبنان وفي المغرب كابتن محمود الخطيب جي مرة معانا لبنان وحضر معانا البطولة هناك وكسبنا البطولة فانت لما بتيجي تلاقي مجلس الادارة بيدي الالعاب الفردية الاهتمام ده ده بيحصل مسئولية على اللاعب اللي هو طيب انا كمان عايز اثبت للنادي وجماهير النادي ان احنا ان شاء الله قدي المسئولية وان احنا هنفوز بالبطولات اللي احنا بنلعب فيها بل وكمان نحاول ان احنا نقدي كل مرة اداء افضل من السنة اللي قبلها والنهار ده كابتن اسلام السنة دي احنا في الاردن لأول مرة النادي الاهلي ما يخسرش من ولا محترف في البطولة مع العلم ان النهار ده الاندية بزبط الاندية الخليجية النهار ده بدأت تستثمر في البطولة بشكل كبير قوي لقب بالنسبة لهم حاجة مصيرية فبدأ ان هم يستعينوا بلعيبة من اول عشرين ومن اول تلاتين على العالم لعيبة هم على الورق هم افضل مننا ولكن لما بننزل المطش كفريق النادي الاهلي ولابسين تيشيرت النادي الاهلي ومعانا مجلس الادارة بالاهتمام ده ومعانا الجهاز الفني والجهاز البدني بتلاقي الموضوع اختلف بتلاقينا بنكسب لعيبة احنا في العادي ما بنكسبهمش بنكسبهمش تيشيرت النادي الاهلي بيفرق تيشيرت النادي الاهلي واحنا كمان نروح نحلو مع بعض